على ذكرة كابتن حسام حسن متفائل بكابتن حسام حسن وجيه حالي منتخب مصر انوش كتير قوي في المواضيع بتاعت كابتن حسام وطريقة إدارته للمنتخبات وهو كمان أنا نصيحة يعني للوجه اللي أنا سبحانه وتعني بحب كابتن حسام حسن وهو كان قدوتي في يوم الأيام يعني وهو من أعظم الفروضة اللي يجب من في تاريخ مصر لكن أنا عايز بس هي نصيحة واحد أسوار لازم كابتن حسام ينسى حسام حسن اللعيب لازم والتاريخ والأسطورة والإمكانيات والقدرات ينسى كل ده ويركز في حسام حسن المدينة لأن في خلط كبير جدا في الحتة دي عنده يعني أنا حسام حسن كلعيب لا خلاف ولا قبارة عليه لكن أنا حسام حسن المدرب لا هتنتقد تمام هيتحكم عليك الناس ممكن ما يعجبهاش طريقتك في التدريب تمام؟ أنا مش بقولي الناس مش عجبها بقول الناس ممكن ما يعجبهاش نختلف عليك احنا ما بنختلفش عليك كالعيب احنا بنختلف عليك كمدير فني وده أمر طبيعي جدا خد بالك انت ممكن تبقى لعيب ما عندكش فكرة مثلا يعني بس تبقى مدرب عبطاري عظيم بس مدرب ما عندكش خدرات فانا بس الفكرة كلها هو ستل بيتعامل بان هو السوبرستار حسام حسن لعيب الكور لا لازم دي تبقى على جنب شوي اه هو السوبرستار وبنحترمه ونقدره وتاريخ كبير جدا طبعا يعني لكن لازم يعني يعدي الحتة دي يخش في مرحلة أنا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي سبقني مديرين فنين منهم ناس نجحت وفي ناس فشلت اللي فشل يعني تم انتقاده واللي نجح رفعنا له القبعة زي كابتن حسن شحيتة يعني الامر صعب مش سهل فكرة المنافسة بمنتخب مصر في التوقيت الحالي في افريقيا او حتى في كاس العالم يعني ان شاء الله ما نروح الامر صعب جيب في المنتقل صعوب مش الامر مش سهل مش سهل الجيل ده وصل اتنين تقريبا اتنين فاين اتنين فاين اه اتنين فاين واخسرهم الاتنين تمام خسرهم عشان برضو احنا ما كناش الافضل في المباراة النهائية برضو عشان ما نتحكش على نفسنا يعني بس بس خسرناهم برضو كنا ممكن نكسب كنا ممكن يعني مباراة الكاميرون ديت اتخطفنا جول في الاخر السنغال دربات ترجيح وخسرنا منها كان ممكن نوصل بس هل احنا كنا الافضل في الماتش لا ما كناش الافضل هل الكواليتي في الوقت الحالي بتاعت المنتخب افضل كواليتي في افريقيا يعني حنبصم لا طبعا في فرق اعظم مننا بكتير جد بكتير في فرق معديانة نيجيريا معديانة كوديور معديانة طبعا مغرب طبعا معديانة بمراحلة عديدة فالمنافسة تبقى صعبة فلازم لازم كابتون حسان يخرج من عباية كابتون حسان السوبرستار اللعيب يخش في عباية كابتون حسان المدير الفني ويتحمل النقد شوان احنا دلوقتي اصبحنا النقد في حتتين في سوشيال ميديا رهيبة جدا جدا وفي اعلام موجود برضو تمام الاعلام المرئي والمسموع برضو بينتقد تمام حينجح نتمنى له طبعا التوفيق يعني احنا نتمنى لمنتخب مصر التوفيق اي انكمع مين